ثمن نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن الأحمر التسيلات التي منحها الأشقاء في مختلف الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لأبناء الشعب اليمني ومراعاتها للظروف والأوضاع التي يعيشها اليمنيون جراء الانقلاب جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزير شؤون المغتربين علوي محمد بافقي لمناقشة أوضاع المغتربين اليمنيين وقضاياهم والاطلاع على مستجداتهم والمشاكل التي يواجهونه في البلدان المختلفة وعبر نائب الرئيس عن التقدير والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن سعود بن نايف لتوجيهات سموهم بالبدء في عملية تحويل هوية زائر إلى إقامة نظامية وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن هذه التوجيهات الكريمة تجسد ما يجمع البلدين الشقيقين من محبة وعلاقة أخوية تاريخية وما يقدمه الأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من دعم مستمر لأبناء الشعب اليمني في ظل المحنة التي تعيشها البلاد بفعل الانقلاب مؤكدا بأن تلك المواقف الأخوية الصادقة ستظل محل تقدير وعرفال اليمنيين ولن يغفلها التاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة